يعني بالطبع أن أتفق مع ما طرحه دكتور يحيى تماما ومع ما طرحه السيد أرشد الصالحي لكن في جزئية أخلي جانب ملعدها يمكن يصير الاعتراض عليها أنا ذكرت بأن الطائفية والنظام الطائفي كان موجود والقوة الحزبية تعاملت بثقافة طائفية وتعاملت بأساس أنها تدافع عن المكون والمذهب وهذه حقيقة ظهرت أنها قذوبة نعم المجتمع العراقي احتدم بمشكلة طائفية في 2006 وما بعدها وحتى ما قبل 2006 ولكن دائما يتمحور هذا المجتمع ويعيد نسيجه مرة ثانية بدليل أنه لا توجد قوة حزبية والسياسية أو حتى الحكومات لم تنجح في ترميم هذه العلاقة الاجتماعية بين المحافظات العراقية أو العشائر العراقية ما نجحت الحكومة بقدر ما نجح هو هذا الطائف الاجتماعي هو الذي رمم العلاقة فيما بينه وأنا أيضا أكرر مرة ثانية أنه في المكونات المذهبية نعم حصلت ظهرت جهات طائفية إرهابية ميليشياوية إجرامية قتلت من هذا وذاك كل هذا موجود وبكل تأكيد هذه غصة وهذه صفحة صوداء في جميع المجتمع العراقي أو الدولة العراقية ولكنها من نتاج القوة الحزبية وعلى هذا الأساس أنا أقول أن الحكومات التي أتت يعني تقريبا من 2006 إلى اليوم أو 2005 إلى اليوم هي دائما كانت أسيرة القوة الحزبية أو المكوناتية ولكننا لاحظنا أنفسنا في العراق أننا أمام ثالوث وهذا الذي تتغذى عليه القوة السياسية ومنها الفساد والبطالة والفقر ومتى ما تخلصنا من الفساد متى ما قضينا على الفقر وعلى البطالة بدليل أنه اليوم المجتمع العراقي تقريبا 16 مليون شاب عراقي حاصل على البكالوريوس والماجستير والدكتورا وهو ضمن طابور العاطلين عن العمل نسبة الفقر تجاوزت الأربعين بالمئة ليست هذه من نتائج النظام السياسي بالتالي هذا النظام السياسي لا يتعامل لا توجد بعد أي أصر تربطات مع المجتمع العراقي ترجمة نانسي قنقر